الأمم بتقاس بالفرص اللي بتوتاح ليها وإحنا في تربيتنا لأولادنا لازم نعرف الفرص المتاحة لنا في تربيت أولادنا إحنا عندنا فرصة استثنائية بنعيشها في الفترة دي خلينا أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا إحنا طول الوقت كان حتى علم الاجتماع وكان حتى الدراسات بتنقسم إلى حاجة اسمها ثنائية لمجتمعات المجتمع الأبيض، المجتمع المتمدن، المجتمع الأكثر عقلانية المجتمع الأكثر تقدمية والمجتمع الآخر الذي فيه نوع من أنواع السلطة والهيمنة للأفكار الدينية والرجعية والبعد عن التمدن كان دايما بيحطوا الشر كمجتمعات بتعبر عندها وكان أكتر مجتمع أمم بيحولوا ويتكلموا عنه دايما كان المجتمع العربي ويتكلموا عن المجتمع العربي على أن مجتمع فاقد لأدوات الترقي والتقدم ويسروا على ده الإسرار على ده ما كانش مفهوم قد ما كان الناس دايما بيدعو سواء بقى من بداية كلام عن الاستشراق والكلام عن كل هذا كان مفهوم أن هما بيحاولوا يقدموا خدمات إنسانية إن العقل الأبيض والفكر الأبيض بيقدم للفكر الآخر ما يتقدم به لدرجة إن بعض كتبنا وبعض من نعيش معهم صدقوا الأكذوبة دي فبدأوا يتكلموا عن أزمة العقل العربي وبدأوا يتكلموا عن الكلام ده بشكل كبير جدا جدا أدى ذلك إلى إيه؟ كل الكلام ده أدى ذلك إلى إيه؟ إلى إننا ينحصر عندنا كل القدرات الموجودة في هويتنا إحنا مليانين كنوز ومليانين خير فابتدأ يضعف الإنسان العربي إحنا في بلدنا هنا بنتمسك بكل مكونات الهوية في حين حد بيتخلى عنها لكن إحنا متمسكين بده وخاصة في اللحظة اللي إحنا شايفين أولادنا بيفتحوا عليهم على إن الفردوس المفقود الكلام عن ذلك الشخص المتمدن اللي ممكن نسيبه هويتنا من أجله تلع من إزاي ما إحنا كنا متصورين لا تلع أقل بكتير وتلع ربنا سبحانه وتعالى موزع الأرزاق على الناس وتلع ما فيش حد من حقه أنه يحتقر مجتمعه ولا يحتقر هويته بل لابد إن إحنا نتمسك بهويتنا عشان نقدر نعيش حياتنا فأصبحت العربية عندنا هوية وعشان كده لما ييجي يوم 18 ديسمبر ونحتفل باليوم العالمي لأصل من أصولنا واللي سري من أسرار حياتنا وهدية من هدايا ربنا ونعمة من النعم اللي تخلينا حسين قد إيه البناء أدم مكرم وهي نعمة اللغة العربية اللغة اللي إحنا بنعيش بيها وهي اللغة العربية اللي قال فيها أمير الشعراء أحمد شوقي إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاضي فاللغة العربية لغة عميقة لغة واسعة بتدل على النعمة مش تقيلة بمعنى صعبة لأن احنا مش بنتكلم عن اللغة العربية اللي يتكلم عنها الناس في الأفلام اللي بيخلوا الناس عايزين في الطرقات وفي الشوارع يتكلموا اللغة العربية بمعنى يتكلموا اللغة الفصيحة اللي بتتكلم اللي هي لغة المجال العلمي لكن اللغة عندنا اللغة العربية هي هوية فهي مليانة بالجمال ومليانة بالقيم وعشان كده هي بحر من بحر النور والجمال ومحاسن القيم وإحنا في رحلتنا في تربيتنا لأولادنا وتعليمهم أوقات كتيرة بنخفل عن أهمية اللغة العربية في حياتنا وبند الأولوية للغات الأخرى عن العربية وعلى فكرة دي بقايا السنائية المجتمعية إن احنا عايزين أولادنا يبقوا ماشيين في ركب التمدن وبعيدين عن الرجعية